بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على بركة الله نستأنف الدروس الهلمية في تفسير القرآن الكريم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر صفر من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية نلتقي في رحاب المسجد الحرام لتفسير القرآن العظيم وشرح حديث المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم مقدمين في ذلك مقدمة مهمة وهي أن الله جل وعلا من فضله ومنه على عباده هيأ لهم هذا الدين القويم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من الله علينا بهذا الدين بعد أن كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعث الله نبيه بالهدى ودين الحق الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح وكل ذلك في جامعة الدين القويم الذي إنما يعتمد أولا على المعتقد الصحيح العقيدة الصحيحة الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والقيام بأركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وهذه هي أصول الإيمان فأصول الإيمان مع أركان الإسلام الخمسة أحد عشر كوكبا هي هدايات هذا الدين القويم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإنه لا غنى للعبد عن الدين وحاجته إلى الدين وأمور الدين أهم من حاجته إلى الطعام والشراب والغذاء والهواء والدواء لأن الدين به حياة ونجاة الدين والدنيا والآخرة الدين صلاح العقول والقلوب وزاد الأرواح والأفكار وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فالمسلم عليه أن يعنى بهذا الدين ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أنها إنما قامت على إعزاز الدين وقامت على سوق الدين القويم بالعناية بالعقيدة الصحيحة الصافية فلله الحمد والمنة لا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نلتجئ إلا إلى الله في كشف الضر أو جلب النفع أو شفاء المرضى لا نتقرب إلى مخلوق ولا إلى قبر ولا إلى شجر ولا إلى حجر ولا إلى ضريح لا يملك الخير إلا الله ولا يصرف الشر إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين العقيدة لا تعرف أعمال السحر والشعوذة والكهانة والخرافة والتعلق والتطير والتشاؤم من ذوي العاهات أو الأيام أو الشهور كما يعتقد أهل الجاهلية في شهر صفر فجاء الإسلام لا هامة ولا صفر فالمسلم عليه أن يتقرب إلى الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف من إعزاز هذه القيادة لأمر هذا الدين أنها إنما نشأت في عهودها كلها على أصل الدين وأساسه ومنذ قادتها الأوائل والأواخر وهم لله الحمد والمنى يعتزون بهذا الدين القويم ومن آخر قراراتهم الحكيمة الموفقة والمسددة إنشاء جهاز مستقل بالشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك فيه ملمحان مهمان أولاً إعزاز هذا الدين وأهله والعناية بالأئمة والعلماء والخطباء والاهتمام برسالتهم ورسالة الحرمين الشريفين وكذلك العناية بالدروس العلمية والشؤون التوجيهية والإرشادية ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وكل ما يتعلق بذلك من الشؤون الدينية بل كل ما يعين على أداء هذه الرسالة العظيمة في تكريس للمعتقد الصحيح والمنهج السليم وهدايات هذا الدين وريادة هذه البلاد المباركة التي صفت عقيدتها وسلمت مناهجها ولله الحمد والمنة والكمال لله وحده غير أن إفراد الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين إعزاز وقوة وشموخ وتعظيم وفاعلية للعناية بأمر هذا الدين وإثراء تجربة القاصدين الدينية وتهيئة البيئة الإيمانية والتعبدية والروحانية ليؤدي الحجاج والمعتمرون والزائرون مناسكهم وصلواتهم وأمور شعائرهم ومشاعرهم على المنهج الحق وعلى الجو التعبدي السليم والإيماني الروحاني الصحيح فلله الحمد والمنة والملمح الثاني أنها عناية بالحرمين الشريفين في أعز ما يمثل رسالة الحرمين الشريفين وهي رسالة الدين والعناية بالقاصدين وتعزيز الوسطية والاعتدال والرحمة والرفق والتسامح وإعزاز الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم أصول الدين وهي الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم معرفة العبد ربه بأقسام التوحيد الثلاثة في الربوبية بأفعال الله عز وجل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة تجسيد ذلك في نفوس الزائرين والقاصدين وبتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأعمال وأفعال العباد بأن لا يتوجه إلا إلى الله ولا يدعى إلا إلى الله فصل لربك وانحر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو توحيد الله بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية وهذا أمر مهم وهو أهم أنواع التوحيد لأن النوع الأول أقر به حتى المشركون كانوا يقرون بأن لا إله إلا الله لكن لا إله معبود بحق إلا الله كانوا يترددون في ذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لكن توحيد الألوهية في إفراد الله بالعبادة فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان أول واجب على العبيد إفراد الله بالتوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو أي يوحدون كذلك النوع الثالث التوحيد بأسماء الله وصفاته توحيد الله بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلع ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وكذلك الصفات العلع المشتقة من هذه الأسماء هل أسماء الله محصورة في التسعة والتسعيم أم أنها غير محصورة؟ الصحيح من قولي العلماء أنها ليست محصورة بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا الحديث وأما إن لله تسعة وتسعين اسما فمعناها على الحصر من أحصاها دخل الجنة أي رتب هذا الثواب العظيم ترغيبا في حفظ وإحصاء أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين فلله الحمد والمنى على ما هدانا لهذا الدين وعلى ما سخرنا لخدمة الدين وشؤونه وأهله ومنها العلم الذي هو أول القواعد الأربع العلم الذي ينتفع به والذي يكون فارقا بين الإنسان والجهل وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يستوي الذين يعلمون والذين لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ونحن مع إشراقة العام الدراسي الجديد نذكر أبناءنا الطلاب بأهمية العلم وأهمية التأدب بآداب طلب العلم من الإخلاص والصدق والجد والاجتهاد أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني ثم العمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو القيام بأركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ثم القيام بالدعوة إلى الله على بصيرة الدعوة إلى الله على بصيرة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والصبر على الأذى فيه أن يؤدي الإنسان العلم والتعليم والعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة ويعلم أنه سيبتلى وسيصيبه ما يصيبه فعليه أن يتدرع بالصبر لأن هذه الدنيا دار ابتلاءات وهذه الشؤون الدينية كلها ستكون بإذن الله محل اهتمام رئاسة الشؤون الدينية الجديدة المتجددة التي عادت كما بدأت من قبل خالصة تعلي منار الهدى والعلم والدين في تركيز على العقيدة وعلى الفقه والأحكام وعلى ما يصلح القلوب وعلى ما يزود الأفكار والأرواح والعقول على منهج الوسطية والاعتدال مستثمرين هدايات الحرمين في نشر رسالته للعالمين مباركاً وهدى للعالمين وكذلك جعلناكم أمة وسطة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جزى الله لا تأمرنا خير الجزاء على هذه القرارات الصائبة والموفقة والحكيمة في إعزاز الدين وحملته الذين سينطلقون بقوة وتعظيم وفاعلية لخدمة هذا الدين القويم وخدمة قاصد الحرمين الشريفين بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتوجيه والإرشاد والعناية بكل ما يقربهم إلى الله ويثري تجربتهم الدينية بتعليم العلم وتروية قلوبهم في صفة أحكام الحج والعمر وفي أدلة للعقيدة الصحيحة والفقه والأحكام وتعظيم الشعائر والمشاعر وآداب الحرمين مستثمرين وسائل العصر ومعطياته كالإعلام والإعلام الجديد والتقانة واللغات والترجمة في كل ما يحقق العالمية والحضارية والوسطية والاعتدال والرحمة والتسامح في العالم بأجمع ولا غروف هذه رسالة الدين وريادة الدولة أعزها الله وحفظها ونصرها لنصر دينه وإعزاز حملته وأهله فجزاهم الله خيرا ومن ذلك العناية بمثل هذه الدروس العلمية والحلقات التي ستطور بإذن الله ويتوسع فيها كماً ونوعاً لتحقيق الجودة والتميز في النوعية المهمة في هذه الدروس العلمية المباركة الشاملة المتكاملة في جميع العلوم والفنون سائلين الله الإخلاص في القول والعمل والإعانة فيما حملنا من الأمانة إنه جواد كريم وأيضاً العناية بتفسير القرآن العظيم كهذا الدرس المبارك والعناية بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وها نحن نتفيأ روحانية ومائدة القرآن في مهبط الوحي ومتنزل القرآن الكريم أمام الكعبة المشرفة مستثمرين شرف المكان والزمان والرسالة سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس من الدروس المباركة وأن ينظر وجوه الحاضرين وأن يجعله من المجالس التي تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون كما قال صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماوة سمينة عظيمة وآيتين خير له من اثنتين وثلاث خير له من ثلاث فلن نعدم ولو واحدة بارك الله فيها وفيكم مناسبة هذه الآيات هذه الآية السادسة والعشرون من سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون لو تقرأ التفسير قال المصنف رحمه الله تعالى ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم الذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب أي الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوحا وإبراهيم عليهم السلام وكذلك الكتب كلها نزلت على ذريتها ذين النبيين الكريمين فمنهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد بدعوتهم منقاد لأمرهم مسترشد بهداهم وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الحسن الآية التي قبلها لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وبعدها ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم إذن الآية الأولى عامة وناسب بعدها أن يأتي بخصوص النبيين الكريمين نوح وإبراهيم عليهما السلام فالله سبحانه لما بين في الآية السابقة أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات وأنزل الميزان وأنزل الحديد وأمر الخلق أن ينصروه بنصرة رسله أتبع ذلك ببيان ما أنعم الله به على أنبيائه من النعم الجسام فذكر أنه شرف نوحا وإبراهيم عليهم السلام بالرسالة ثم أكرمهما بأن جعل في ذريتهما عقبهما النبوة والكتاب فما جاء أحد بعد نوح وإبراهيم بالنبوة إلا كان من ذريتهما ومن سلالتهما ولقد أرسلنا الواو عاطفة وذكر سبحانه إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لماذا؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لما ذكر الرسل إجمالا أشار هنا إلى نوع تفصيل وتخصيص ولعلنا ندور في هذه الأيام في فلك التخصص والتخصيص بل والتخصص الدقيق حتى في مجالات الأعمال وما ذلك إلا لأن الخصوص والتخصيص والتفصيل والتخصص الدقيق له مزيد مزية وقوة واهتمام وعناية فذكر الله هنا في هذه الآية رسالة نوح وإبراهيم ونوح وإبراهيم من أوائل الرسل نوح هو أيضا وإبراهيم أبو الأنبياء ونوح أول الرسل عليهم الصلاة والسلام ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وفي قصة نوح وقصة إبراهيم من الدروس والعبر الشيء الكثير لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تفصيل الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد بعثنا نوحا إلى طائفة من خلقنا نوح أرسل وبكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسون عاما هذه سنوات الدعوة والبعثة وإلا قد يكون الأمر أكبر من ذلك وأكثر ومع هذا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى قول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ومع هذا وما آمن معه إلا قليل هذا دليل على أن القلة دائما هي الخير وأنه لا عبرة بالكثرة كما نبه المصنف رحمه الله وكما هو في الآيات العظيمات وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور وما كان أكثرهم مؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكثير منهم فاسقون ثم بعث إبراهيم من بعده إلى قوم آخرين وملة إبراهيم هي الملة الحنيفية السمحة ولم يرسل بعدهما رسل بشرائع إلا من ذرية نوح وإبراهيم وهذه منقبة وجعلنا في ذريتهما أي في نسلهما النبوة والكتاب أرسلنا فيهم أنبياء من بعض ذريتهما وأوحينا إليهم الكتب مثل هود عليه السلام وصالح وموسى الذي أنزل إليه التوراة وهارون وداوود الذي أرسل وأنزل معه الزبور وغيرهم وهذه الذرية انقسمت إلى قسمين أتباع أتباع هذه الذرية وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فانقسم الناس بعد ذلك من هذه الذرية إلى فريقين فريق آمن مؤمن ومهتد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون إذا قيل من فتأتي من للتقليل والتبعيض معنى فمنهم المهتدون ومنهم المهتد ومنهم المؤمن والكثير وكثير منهم فاسقون فاسقون أي خارجون عن طاعة أنبيائهم والإيمان بكتبهم فمنهم أي من ذريتهما مهتد إلى الحق مؤمن به مستبصر بالوحي وكثير منهم فاسقون أي ظلال خارجون عن طاعة الله تعالى ذاهبون إلى طاعة الشيطان مدسون أنفسهم باجتراح الآثام والعياذ بالله فالمؤمن لا يغتر بالكثرة وإنما عليه أن يثبت على الحق ولو كان وحده ولو كان وحده ولا يغتر بالكثرة ألبت لأن الكثير من الناس على غير المنهج الحق ثم ذكر في الآية بعدها ما سنتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله من هدايات هذه الآية أولا الحكمة من إرسال الرسل بعثة نوح وإبراهيم وهما من أعظم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بيان منقبتهما وفضلهما وأن الله سبحانه جعل في نسلهما وذريتهما النبوة والكتاب بيان سنة الله في الناس وهي أنه إذ أرسل الرسل لهداية الناس يهتدي بعضهم ويظل كثير منهم كما قسم سبحانه الناس إلى فريقين فمنهم مهتد ولهذا طريق الهداية طريق مع أنه سهل لكنه ممتنع يحتاج إلى جهاد وإلى مصابرة وإلى صبر وتحمل وإلى مجاهدة للنفس لأن الإنسان يرى المغريات والمتغيرات والمتحولات ويرى أن الناس ينصرفون ومع ذلك لا يغتر فليثبت وليسأل الله الثبات على الدين القويم وعلى المنهج الحق ولا عبرة بالكثرة المؤمن يثبت على الحق ولو كان وحده ومعه السند والعضد والدليل والهداية والآيات البينات والواضحات والبراهين الساطعات لأن طريقه إلى طريق الحق وليصبر على طريق الابتلاع فإن طريق الفسق من الشهوات والشبهات والمخالفات كثير والمخالفون كثير فلا يغتر بهم عليه أن يستثمر دينه وهدايات دينه بتعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأساليب الحسنة وكذلكم أيضا القيام بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والرفق والعلم والبصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحديث باب فضل صلاة الجماعة ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة هذا هو الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله الحافظ المقدس في كتابه عمدة الأحكام في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة تخريج الحديث الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها معاني ومفردات الحديث قوله صلاة الفذ الفذ مقابل صلاة الجماعة الفذ بالفاء والذال المعجمة هو الفرد الفرد هو الفذ أي المنفرد الذي لم يصل مع الجماعة بأنفاتته أو تخلف عنها وجمعه أفذاذ وفذوذ قال ابن منظور ابن منظور ما كتابه في اللغة لسان العرب لابن منظور وهو هذا كتاب نفيس من أعظم وأهم معاجم اللغة قال ابن منظور فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي منفرد والمعنى هنا واضح منفرد فذ في مقابل الجماعة قوله بسبع وعشرين درجة ما المراد بالدرجة المراد بالدرجة المرتبة لم يقل أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين جزءا أو نصيبا ولا نحو ذلك وإنما قال درجة والدرجات معناها إلى جهة العلو ولهذا الجنة درجات والدركات ما كان إلى الأسفل ولهذا النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم والحاضرين والمستمعين ووالدين والمسلمين والمسلمات منها بمنه وكرمه ورحمته وقدرته إنه جواد كريم دركات حتى الدرك الأسفل من النار وحتى قعر النار والعياذ بالله وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة وهذا موضوع الحديث فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد وأنها تفضل وتزيد على صلاة المنفرد بـ 27 درجة من الثواب لما في صلاة الجماعة من الآثار العظيمة والفوائد الكبيرة والمصالح الجسيمة ولما بينهما من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود والمحروم من ضيع هذا الربح الكبير من يذكر لنا شيئا من حكم صلاة الجماعة فضلوا أولا الحكمة من مشروعيتها لماذا صارت أفضل من صلاة المنفرد بـ 27 درجة وأن تضرب مثال الآن في الحرم وصلاة الجماعة في الحرم وهؤلاء الجموع العظيمة من القاصدين والمصلين والركع والسجود والطائفين والساعين أذكر لنا شيئا من آثار وحكم صلاة الجماعة في المساجد عاما وفي الحرمين على سبيل الخصوص لأن هذا مما يثري تجربتنا الدينية في هذا المجأة الأمة الإسلامية أمة الجماعة الأمة الإسلامية أمة الجماعة وأهل الإيمان هم أهل السنة والجماعة والذي يشذ وينفرد ويكون فذا بعيدا عن الجماعة فإنما أثر ذلك على نفسه ولا يصيب هذا الخير والبركة الذي يصيب الجماعة ولهذا الخير مع الجماعة والشيطان مع الفرد الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد ومن الثلاثة أبعد وأبعد ومن الجماعة أشد بعدا قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إذن هو درس في الجماعة وأتلاف الأبدان والقلوب قبل ذلك وهذا درس عظيم وأثر كبير نعم فضل نعم الأثر في الخشوع أحسن ونحن نلاحظ هذا الذي يصلي مع الجماعة تجده خاشعا مطمئنا متأثرا وهو يرى الناس من حوله وفي هذا نوع تنافس بين المسلمين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والنافلة قد تكون أيضا في الانفراد ولهذا قيام الليل مثلا وإن كان قيام الليل جماعة من أكثر أيضا ما يعين على أداء الصلاة بخشوع ونحن ندرك هذا في رموان في صلاة التراويح وصلاة القيام حسن ثالثا نعم فضل نعم صلاة الجماعة فيها نجاة من النار وبراءة من النفاق كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضه وأيضا فيها المساواة بين المسلمين لا فرق بين أبيضهم وأسودهم ولا عجمهم وعربيهم عجميهم وعربيهم ولا غنيهم ولا فقيرهم ولا مأمورهم ولا أميرهم ولا كبيرهم ولا صغيرهم المسلمون سواسية كالصف الواحد وكالبنيان المرصوص هذه بعض حكم صلاة الجماعة ورد في الحديث الذي معنا حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وورد في حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين أن صلاة الفذ أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة فهل هناك تعارض بين الحديثين لا سيما أن كل منهما مخرج في الصحيحين اختلف أهل العلم في دفع ذلك التعارض أو ما ظاهره التعارض والاختلاف بين حديث سبع وعشرين درجة وحديث خمس وعشرين درجة ونحن خذوها قاعدة في التعارض والترجيح في علم الأصول إذا أتاك النصوص المتعارضة فهناك مسلكان مسلك الجمع ومسلك الترجيح والجمع أولى من الترجيح إذا تمكن الإنسان والمجتهد والعالم وطالب العلم بالجمع بين النصوص فهذا أولى وهناك قاعدة فقهية تقول إعمال النصوص أولى من إهمالها فنحن سنعمل بهذه القاعدة عند مظاهره التعارض بأن نجمع بين النصين نص السبع وعشرين ونص الخمس والعشرين وهناك عدد من المسالك التي ذكرها أهل العلم لتحقيق أعلى المدارك في هذه المسألة والترجيح فمن المسالك التي ذكرها الفقهاء في الجمع بين الروايتين أن السبع والعشرين في الصلاة الجهرية والخمس والعشرين في الصلاة السرية ولا شك أن الصلاة الجهرية تفوق على الصلاة السرية بسماع القرآن والتأثر به فذكر بالقرآن من يخاف وعيه ولهذا ذكر أهل العلم أن السبع والعشرين درجة في الجهرية والخمس والعشرين درجة في السرية القول الثاني أو المسلك الثاني في الجمع بين الروايتين أن السبع والعشرين محمولة على من صلى جماعة في المسجد في بيوت الله والخمس والعشرين لمن صلى جماعة في غير المسجد لأن له أجر الجماعة لكن هل له أجر الجماعة سبع وعشرين وإلا خمس وعشرين على العموم أنه سبع وعشرون لكن على هذا المسلك من مسالك الترجيح أن من صلى في غير المسجد جماعة له أجر خمس وعشرين درجة وأما من صلى في المسجد مع الجماعة ولسيما الجماعة الأصلية فإن له سبع وعشرين درجة المسلك الثالث في الجمع بين الروايتين أن السبع والعشرين للبعيد بيته عن المسجد والبعيد مكانه لأن فيه زيادة مشقة فيستحق السبع والعشرين وأما الخمس والعشرون فالقريب من المسجد لأن مشقته أقل والقول الرابع أي المسلك الرابع أنه يختلف باختلاف المصلين هذا مصلي أتى مبكرا وخاشعا ومتأثرا وقد كتب له من صلاته كلها أو أكثرها فيستحق السبع وعشرين درجة وهذا مصل غافل أو ساه أو مقصر في الخشوع أو في المجيء ببعض الأركان والواجبات والسنن فله أجر الجماعة خمسة وعشر خمس وعشرون درجة وهذا المسلك هو أرجح المسالك إذن المسلك الأول في الجمع بين رواية السبع وعشرين والخمس وعشرين إما أن السبع والعشرين للجهرية والخمس والعشرين للسرية الثاني السبع والعشرين على من صلى الجماعة في المسجد والثاني الخمس والعشرين على من صلى جماعة في غير المسجد القول الثالث السبع والعشرين للبعيد عن المسجد والخمس والعشرين للقريب من المسجد والقول الرابع الراجح أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين وأحوال الصلاة فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة والمحافظة على خشوعها وهيبتها وهيئتها وهو أقرب الأقوال في الجمع بين الروايتين وتمشيا مع يسر الدين وسماحته ووسطيته واعتداله نقول إن النص جاء عاما ومطلقا بالسبع والعشرين لمن صلى جماعة فنحن ترغيبا بصلاة الجماعة صلىها في المسجد أو صلىها في غيره إذا فاتته وسيأتينا حكم صلاة الجماعة وأقوال أهل العلم الثلاثة منهم من يرى الوجوب ومن العلماء من يرى أنها فرض على الكفاية ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة وسيأتي تفصيل ذلك في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته والترجيح في هذه المسألة لكننا ترغيبا في صلاة الجماعة نقول أقبلوا عليها وفضلوا الله واسع وأبشروا بالسبع والعشرين فهي الأرجح لمن صلى الجماعة في المسجد أو حتى في بيته إذا كان معذورا وأيضا السرية والجهرية كلها سبع وعشرون وأيضا القريب من المسجد والبعيد والبعيد أيضا ينال أجر المشقة وأيضا المصلي المحافر والمصلي المقصر كلهم ما داموا أدركوا الجماعة ففضلوا الله واسع ويستحقون ذلك الأجر العظيم المسلك الثاني مسلك الترجيح إذن الأول الجمع بمسالكه الأربعة المسلك الثاني الترجيح فترجح رواية السبع والعشرين على رواية الخمس والعشرين من الذي روى سبع وعشرين ابن عمر من خيار الصحابة ومن الذي روى الخمس والعشرين أبو هريرة رضي الله عنهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه والقاعدة تقول أن زيادة الثقة مقبولة لأنه حفظ ما لم يحفظه غيره وهي زيادة من عدل حافظ ثقة فتكون زيادته مقبولة وهنا يرجح حديث ابن عمر أنها أفضل ب 27 درجة وأنها أيضا أشهر من حديث أبي هريرة وأكثر زيادة والزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى والزيادة في المعنى تدل على زيادة الأجر وهي زيادة العدل والحافظ والثقة فتكون مقبولة وهي أولى فترجح رواية السبع والعشرين لكن مع الترجيح نرى أن الجمع أولى ما دمنا نستطيع الجمع فمسلك الجمع أولى عند الأصوليين من الترجيح فالجمع أولى كما ذكرنا في مسالك الجمع الأربعة المعروفة لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها ولسيما أن كلها مخرجة في الصحيحين وبهذا ينتهي ما أردنا إضاحه في الجمع بين هاتين الروايتين ويدل على أن رواية السبع والعشرين أرجح وأن الجمع أولى من الترجيح وأن حكم صلاة الجماعة قد اختلف فيه أهل الفقى العلم والفق مما سنذكره بأدلته وترجيحه الدرس القادم بإذن الله نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يديم علينا عقيدتنا ويوفق ولاة أمرنا لكل خير ويجزيهم عن الحرمين الشريفين وعن خدمتهما دينيا وغير ذلك من أنواع الخدمة خير الجزاء إنه جواد كريم وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يحقن دماءهم اللهم مش في مرضانا وارحم موتانا ووفقنا لكل خير واجعلنا ممن يوفق في دنياه وآخرته ودينه يا ذا الجلال والإكرام واجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر واجزب الخير عنا كل الحاضرين والمستمعين ووفقهم لخير الدنيا والآخرة وارفع درجاتهم وضاعف مثوبتهم واجزب الخيرات إخواننا من لغة الإشارة الذين هم من واجباتنا في الشؤون الدينية أن نعنى بتعليمهم أمور دينهم وذلك مسلك من المسالك الإنسانية الدينية والاهتمام بأهم ما يهم هذه الفئات وهو دينها وأن يجزي بالخير إخواننا في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والدروس واللجان المساعدة التي قامت بإخراج هذا الدرس وكذلك الإعلامية والتقانية عبر منصة الحرمين فجزى الله الجميع خيرا وكذلك باللغات والترجمة فبارك الله في جهود فريق العمل في رئاسة الشؤون الدينية ووفقهم وجزاهم عنا خير الجزاء ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه إلى أن نلتقي في الدرس القادم بحول الله نستودعكم الله الذي لا تضيح ودائعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته